يشهد التعليم العالي في مملكة البحرين تقدما مضطردا من حيث المحتوى والمضمون والبرامج الأكاديمية وأنماطية التعليم نعم يأتي ذلك في ضوء الاهتمام والحرص الذي يوليه مجلس التعليم العالي بالشؤون المتعلقة بالتعليم العالي والذي جاء تشكيله بموجب المرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2023 لتستمر مسيرة المجلس للقيام بمهامه على الوجه الأكمل أصبح للتعليم العالي والبحث العلمي أثر بارز في تشكيل حياة المجتمعات لما له من دور في تقدم الأمم ورقيها ونمائها لذا فإن التعليم العالي في مملكة البحرين في مقدمة مقومات هذا التقدم المنشود يعمل مجلس التعليم العالي منذ تشكيله عام 2005 على إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي واقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي في المملكة وإقرار حقول التخصص التي تدرس فيها والتعديلات التي تطرأ عليها ووضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي بالإضافة إلى بحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي ووضع الشروط والمعايير للترخيص لمؤسسات التعليم العالي على مختلف أشكالها ويأتي تشكيل مجلس التعليم العالي بموجب المرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2023 لتستمر مسيرة المجلس للقيام بمهامه على الوجه الأكمل عبر استكمال وضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي والارتقاء بمخرجات المؤسسات الجامعية وأكد وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي أن المرحلة المقبلة سوف ترتكز على البناء على ما تحقق والانتهاء من إنجاز ما تم وضعه واعتماده من مبادرات ومشاريع تخدم مخرجات التعليم وسوق العمل بالإضافة إلى تحليل واقع التعليم العالي ورسم السياسات المستقبلية الكفيلة بتطويره من منظور علمي وعملي مع اتباع أفضل الممارسات الدولية في تنمية هذا القطاع والاستعانة بالخبرات التعليمية والبحثية المتمكنة لتقديم الدعم والمشورة في صنع قرارات المجلس وتوجهاته